خطر إيران على الاستقرار العالمي لم يعد مجرد اتهام يطلقه خصومها بل أضحى حقيقة ترسخه مسيرتها المتخمة بالحروب والأزمات الجيوسياسية المعقدة ضمن محيطها الإقليمي الذي لا تنفك أن تؤجج الأوضاع فيه وتهدد استقراره فبعد فشل الجولة السابعة من مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني جددت طهران تأكيدها على نيتها التوجه نحو الشرق بعبارة أخرى يقول النظام المتورط بشن حروب في عدة جبهات إنه يطمح في عادة أحياء علاقاته بالدول العربية المحيطة وبقية الدول الآسيوية وهو الأمر الذي وصفته مجلة فورين بوليسي أنه ضرب من الخيال في ظل خلافات إيران المستعرة مع الغرب والشرق فكيف يمكن لدولة لا تمتلك أي تمثيل دوبلوماسي في الكثير من الدول أن تلعب دورا لاغنا عنه في آسيا وبحسب المجلة الأمريكية فإنه عادة ما تترجم المحاولات الإيرانية للتركيز على قارة آسيا إلى تعزيز التجارة والأمن والمشاركة السياسية مع الصين فقط فيما يصنف البعض معاملة بكين لإيران بأنها استعمار من نوع آخر إذ تحصل الصين على النفط الإيراني المخفض بأقل من مؤشر الشرق الأوسط ولا تدفع نقدا بل تقايده بمنتجات رخيصة ومنخفضة الجودة أما ما يتعلق بإعادة بناء العلاقات مع الجيران العرب تتساءل فورين بوليسي عن كيفية تحقيق هذا الهدف فلا يخفى لأحد تورط النظام الإيراني بافتعال أزمات وحروف في العراق وسوريا واليمن ولبنان وغيرها عبر وكلائها وخلصت فورين بوليسي أنه إذا كانت إيران مصممة على بدء عهد جديد من التحالفات الآسيوية فلا يمكنها الاعتماد فقط على الصين فجميع المؤشرات تشيء بأن حكومة إبراهيم رئيسي الغارقة بالأزمات الداخلية والخارجية تساوم الغرب بورقة خاسرة وهي علاقاتها مع الشرق من أجل أن تدفع بمحادثات فيينا باتجاه آخر قبيل انطلاق الجولة الثامنة من المفاوضات التي شهدت رفضا أمريكيا وأوروبيا مشتركا للشروط الإيرانية